بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة 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 والسلام على الرسول الكريم سيدنا محمد علي أفضل صلاة والتسليم النهاردة المحاضرة التمنى في ورشتنا Adobe After Effects CC 2018 إن شاء الله المحاضرة التمنى هتبقى تطبيق على الأساسيات اللي اخدناها اللي هي خاصة بالترانسفورم وهاخد البريرندر كيف تقدر تعمل رندر بسيط مش هتكلم عن تفاصيل قوي النهاردة بس علشان الناس تمسك في الآخر منتج بأيديها بعد ما تخلص الحاجات البسيطة التطبيق البسيط اللي هنشتغل عليه هحاول كل فترة أو كل مجموعة أدوات نعمل عليهم تطبيق بحيث تأكيد اللي فيه ممكن من بعض الأدوات البسيطة جوه الأدوبي After Effects اقدر أخرج شغل بسيط إن شاء الله وقدر أخرج شغل محترف كمان بإذن الله أنا معاكم الدكتور محمد شلطوت يا رب إن شاء الله الورشة النهاردة تعجبكم فخلينا ندخل كده نشوف التطبيق أنا عامل تطبيق بسيط كده عن أدوات ترانسفورم ده الملف اللي أنا عامله لو بصيته عليه طبعا أنا اشتغلته قبل كده بس هعمله قدامكم بس عايزة أوريكو بس شكله هيشتغل ازاي شايفين ساهموا بتطلع مجموعة آيكونز كده دوائر وكل دايرة بيطلع فيها آيكون تاني على أشكال ممكن تبقى عرض لمنتجات أو عرض لتسالة سلحاجات معينة منتجات انت بتعرضها أو شيء يعني مش لشيء معين بس للتطبيق بس قدامكم هدي كل آيكونز انا جابها من على الانترنت هي آيكونز بسيطة جدا أنا عامله قدامكم هنعمل التطبيق علشان حضراتكم تشوفوه كده يعني أنا ضبقته بإيدي بحيث اللي تشوفوه بالشكل ده اهو أنا بحركه قدامكم هنعمل التحريك ده كله كل التحريك ده زي ما انت شايفين كده قدامكم حاجات بسيطة ودي الشغل اللي احنا مستوردينه من بره كآيكونز ما جبتش اي ملف من الإلستريتور ما جبتش اي ملف من الفوتوشوب ما جبتش اي ملف من الحاجات دي كلها علشان يبقى انتو قدامكم الحاجة اللي انا قدرت ده سنة بسنة سنة 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 وبعد ذه هبقى لنا كلام بقى لزي اقدر اعمل ملف كامل كإنفو جرافك مثلا جوا الإلستريتور وستورده نفتح من جديد خالص ممكن نفتح ميو كومبوزيشن ونشتغل عليه هنفتح البرنامج ده الكمبوزيشن اللي انا شغل عليه لانا اشتغل ميو كومبوزيشن من جديد خالص هعمل ميو كومبوزيشن هابدأ ازبطه هابدأ اقول ده التست بتاعي او التطبيق بتاعي تست تطبيق على الشغل بتاعنا اتمنى الناس تراجع اللي قولنا عليه قبل كده في كل الخاصة بالcomposition setting والduration في 30 ثانية وممكن اخليه في 20 حسب الوقت وممكن اقلله بعد كده اعمل الجزء بتاعي اخلي الcolor هنا ابيض زي ما انتوا شايفين وادوس اوكي وادوس كده تمام بقى عندنا ال composition فاضي اهو انا من هنا بقدر ادوس command زائد او control زائد او control ناقص بصغر الشاشة بس عشان اشوف الشكل قدام زي ما انتوا شايفين انا بقدر right click اعمل import import file لو بصيتوا هنا الملفات اللي انا جايبها اهي دي المحاضرة التامنة انا وحطت الملفات اللي فيها دي مجموعة الايكونز اللي قدام حضراتكم اللي احنا نشتغل عليه دي الايكونز اللي احنا نشتغل عليه ايكونز عادية bng sure تقدر تنزيلك من الانترنت من على جوجل تبحث عنها لحد ما يبقى لينا محاضرة تانية ان شاء الله بإذن الله تعالى جوه الاستراتور كيف نتعامل مع ملفات جاهزة واحدة ونريس لها ونتظرت كال؛ ونجدوا من هذا الشكل نزلوا عندي هنا طبعاًا كنت مرتب الملفات قبل هذا دعنا الرتبة سريعة مع بعض لتعامل الملفات للملفات إيقون إيقون 2 ، إيقون 3 ، الإيقون يعني والأرور اللي هو الساهم بتاعي أنا أعمل الـ BNG اللي هي الـ Background فيضالة وأنا أعمل Background خلفية السيركل الدوائي أنا أعملهم Circle 1 ، Circle 2 ، وهكذا فأنا أسميهم. أسميهم إزاي؟ أقف على أي إيقون أنا عايزها أو أي حاجة نستوردها من بره أتكليك عليها وأعمل Rename وأسميها مثلاً إيقون هتبقى مثلاً I1 رمزاً بس عشان أرتب الشغل بتاعي وأفتح فولدر من هنا وكل ده أتكلمنا عليه في المحاضرات السابقة أرجو أن تراجعها أنا بس بس حابة قدامكم أنا أكننا لتبنا مع بعض الشغل بالشكل اللي انتو شايفينه فخلوني أمسح بقى اللي إحنا استوردناه ونشتغل على اللي إحنا رتبناه يبقى أنا عايز أرتب أنا بدوس دريد بس كده بقف عليه Right Click أعمل Rename أسميه أو أفتح فولدر وأسحب كل اللي أنا بعمله بسحب الآيكون جوه الفولدر كده أنا سحبت الحاجة اللي أنا عايزها مثلا نزلتها يبقى أنا عندي هنا السهم زي ما انتو شايفينه بروح سحب أول حاجة على الشاشة بتاعتينه كده السهم اللي هيجي عشان نبدأ أحرق أدي السهم اهو أنا بحرقه هذا السهم أنا عايزه مثلا يجي من هنا عايزه أنا أكبره شوية ممكن أكبره شوية زي ما انتو شايفين حضراتكم كده حسب ما أنا عايز طبعا سأتحرك قبل ما أعمل أي حركة سأعدل الشكل بتاعي طبعا ترتيب الحاجة أنا عايز أحط الدايرة هنا واحد اثنين ثلاثة والدايرة فوقيها صور بتاعيتها طبعا فأنا عامل الدوائر هنا ادي سيركل 1 سيركل 2 أنا بقف عليها بالشكل انتو شايفين سيركل 1 مثلا سأسحبها سأسحبها أسحبها ازاي عشان ننتبه للنقطة طبعا لو سحبتها هنا وجدت تحت السهمة تبقى مختفية تحت السهمة سوري يعني انت لو بصيته هتلاقيها أكبرناها ظهر تحت السهمة خلينا نكبر الشاشة كده شوية شايفين أكبرناها ظهر تحت السهمة معلش ممكن تكون الحاجات مبكسلة شوية الصور قليلة بس في الريزيليوشن بس هجيب لجو صور أعلى رزيليوشن معلش بس خلينا نشتغل عليها كده علشان بس شرح الدرس يبقى أنا خليني علشان يبقى الترتيب بتاع الليارات خليني أسحب من هنا على الشاشة بتاعتي هنا ولده ادي أول حاجة فكده جاد فوق السهمة وممكن أسحبها هنا حرك الليارات يعني الطبعا جيت التانية كده وروح تسحبها هنا زي ما انتو شايفين كده وجيت التانية روح تسحبها هنا طبعا الرابعة هكتفي باربعه علشان الدرس ما يطولش عليها تمام كده يعني كده عملت السيركل او الدواير جيت عندي في الجزء بتاع الايكون جيبت اول ايكون هتزهر جوه هنا فروح تسحبها عشان يترتبوا لي من هنا فبقى عندي اول ايكون كده جيت تاني ايكون كده كده نترك الشاشة قدامكو شوية علشان تشوفوه طبعا انا ممكن اخلي الـ كده بنت اللي هي شالة البكسلة طبعا دي هتبقى عندي مشكلة في الحركة وانا بحرج جوه البرنامج لو الرامات مش مساعداني هتتقل علي انا كنت بس مقلل رسوليوشن شوية عشان البيكسل بتاعتي من هنا من هاف او فولد لو عملتها هاف كده هتلاقي رسوليوشن قل شوية رسوليوشن بتاع الشاشة مش بتاع المنتج النهائي منتج النهائي هي رسوليوشن هنه يخرج لو انت جايب الصور كويس طبعا كده روح تسحب الايكون التاني هنا علشان بس الصور زي ما انتو شايفين كده هصغر بس الشاشة قدام حضراتكو عشان تشوفوه الساهم ظهر كده وبعد كده الدواير دي زي ما حضراتكو شوفتو قبل كده الدايرة تفتح وتزهر تفتح وتزهر زي ما انتو شايفين في الكمبوزيشن القديم ده الكمبوزيشن القديم اهو خلوني بس اعمل شوية عشان تشوفوه اهو زي ما انتو شايفين كده شايفين الساهم بدأ من هنا مختفي من هنا من النقطة دي وهكذا اهو زي ما انتو شايفين اعمل انا ازاي الحركة دي خلونا نرجع double click على الكمبوزيشن اللي احنا شغالين فيه من الصفر لسه ما فيش اي حرقة فيه صفر خالص وهاجي على الساهم نفسه الساهم نفسه فاكرين الانكر بوينت راجي من النص لو الانكر بوينت جاي من النص انا كده مش هقدر اشتغل على الأرض الانكر بوينت لو انا هبدأ من هنا زي ما انتو شايفين فههعمل ايه؟ double click على الساهم يفتح لوحده هاجي على الانكر بوينت هنا هو وابدأ اسحابه انعايزو يبقى هنا في الدايرة دي شايفين وفت في الدايرة دي يبقى كده الأنقر بوينت يعني نقطة الارتكاز بتاعة الشكل بتاعي الساة هتبدأ من عند طرفه هنا فهتروح سحبة معايا لو رجعنا للكمبيزيشن من فوق الكمبيزيشن تيست كده هتلاقوا الساة متحرك عشان انا حركت الأنقر بوينت هحركوا قبل ما حركوا بالشكل ده ارجعوا مكانه تاني بالشكل ده تمام كده دي بس اللي انا عايزة يعني تبقى يعني كتسك جديد او حاجة جديدة اللي انا ابدأ اغير الأنقر بوينت حسب نقطة الارتكاز اللي انا عايزة احرك بها خلوني ابدأ احرك الدواير تاني ممكن حرك الدواير قبل ما ابدأ حركة عايز تكبر او تصغر العناصر بتاعتك حركها براحتك قبل ما تعمل اي حركة عشان لو عملت اي حركة هتبدأ تمزل كيفريم وتلغبط لك في الحركة فانا عايز مثلا اكبرهم زللتهم كلهم شفت وجيت من هنا عايزة اكبر السهم كده شوية عايزة اكبر الدواير عايزة اكبر اي حاجة بقف عليها قبل ما اعمل لها اي حركة عايزة احركها يعني اعمل لها التنسيق بتاعي انا بقبر اهوز جاي من انت شايفين كده الدايرة دي نفسها مش عجباني مكانها هحركها كده الايكون بتاع الدايرة ده مش عجبني يبقى انا بحرك برصص العناصر بتاعت الشاشة بتاعتي في المكان المناسب لنا محتاجه قبل ما اعمل اي حركة خلاص كده رتبت حكتي وكل حاجة هبدأ اقول بسم الله الرحمن الرحيم يلا نحرك السهم بتاعي خيارنا الانكر بوينت هاجي هنا عايزه يتحرك فانا هحركه كسكيل او لا بوزيشن لو الاسكيل بتاعي انا هيكبر ويصغر فهدوس اس كده وانا واقف على الارو السهم فانزلي الاسكيل وهاجي اقف هنا كده احنا بنطبق اللي خدناه قبل كده هاجي اقف هنا واروح بايس من الستوب ووتش دي نزلي كيفريم وقل له في الكيفريم ده خليني تخلي ده صفر مثلا او تعالى كده احرك كده وهعمل كيفريم قبل ما صفره وهعمل هنا كيفريم تانية وارجع تاني للكيفريم الاولاني واقول له خلي ده هنا زي ما انتوا شايفين كده اعمله لي صفر ممكن اكتب اهو صفر اهو وادوس انتر كده خلى لي ده صفر فلما هتيجي تحرك كده بصوا ايه اللي بيحصل هو بيتحرك من نقطة الارتكاز اللي انا غيرتها في الانكر بوينت فزهرت بالشكل ده تمام كده فدي اول حاجة نطبق التطبيق التاني بتاعنا اللي فاكرينه اللي انا بظل الكيفريم ورايت كليك عليها وكيفريم اسيستنت وإيزي إيزي علشان تبقى خرجة بمرونة شوية في الحركة ما تبقاش خرجة شوية كده انا خلصت اول واحد هروح قفله عشان ما يسحمش معي خلوني اجي من هنا بصوا معي انا ممكن اكبر كده الشكل بتاع التايم لاين عشان اشوف معي انا احرك دلوقتي معي هنا الدواير دي تظهر زي فلاش كده فهاجة ظلل بصوا معي هظلل الاربع دواير بتاعتي اللي هي سلكل وان وطو وثري وفور واقول لهم انا عايز الدواير دي تعمل السكيل بتاعها تبقى صغيرة وتكبر يبقى لازم هعمل السكيل برضو هنا فهروح دايس اس فالسكيل بتاعها بصوا معي السكيل اهو ده الفكرة السكيل انا عايزها تبدأ صغيرة بالشكل ده سفر وتكبر شوية تكبر كده وبعدين ترجع تكبر تاني هعمل ثلاث حركات فيها بس لازم اتأكد انا هبدأ منين تمام انا هبدأ من هنا تمام يبقى انا كده لما ظللتهم كلهم الحركة كلها هتتطبق مع بعض شوفوا معي ازاي لما اضغط هنا فيه السكيل هنا زي ما انت شايفيه كده ضغطت كده فنزل السكيل كله كيف ريم للاربعة هقول له هنا تعالى خليلي دول سفر خلي دول سكيل سفر تمام وتعالى حرك كده شوية انا هرتب الحركة دولوقتي يعني ما تستعجلوش وتعالى حرك هنا وعمل لي كيف ريم تاني هنا للاربعة وخلي ده يقبر يبقى مثلا مية وخمسين مثلا تمام وممكن نكبره اكتر من مية وخمسين عشان تباني اللي هي تكبر اكدناها تكبر وبعد كده تعالى هنا شوية كده شوية تمام وعمل لي كيف ريم كده تمام وخلي دي ترجع مية في المية تاني زي ما كانت انا بكتب في واحدة فبتأثر في كلهم علشان انا مظللهم كلهم عمل لهم شفت مع بعض فعملت لهم كده طبعا الناس هتقول لي السهم كل الحركات مفيش ترتيب فيها خلينا نرتب الحركات دي مع بعض تمام كده بصوا معي انا عايز السهم يظهر الاول صح وبعد بشوية بعد ما السهم يظهر هنا مثلا خلاص كده عايز الدوير تظهر فهروح جاي من هنا كده وانا مظللهم وقلهم تعالوا رجعوا هنا شوية يا دوير وتعال هدوس على الاسكيل الاس تاني وهبدأ اظلل بقى حاجة كويسة بصوا معي انا هبدأ اظلل كده بالموز بتاعي هدوش شفت وظلل التلاتة مع بعض دول واروح مرحلهم لورا شوية يبدأوا من هنا تمام وقل للتلاتة التانيين اظلل التلاتة التانيين كده عمليه الترتيب بقى وخليهم يظهروا بعدها بشوية او يظهروا في النص هنا مثلا كده مثلا ممكن كده شايفيني التلاتة التانيين شفت اهو للحركة بتاعتي انا طبعا شغالي ادوي انا لسه مش عايزة يعني اصح من الناس اخليهم يشتغلوا باديهم لحد ما يثبت معاهم الامور وبعد كده الدنيا هتمشي كويس ان شاء الله تمام؟ زي كده هو وعمل كده تظليل بالشكل اللي انتو شايفينه كده ورحلها طبعا ده السيناريو بتاع الحركة حسب ما انت عايزة الدوائر تظهر ازاي لو حرقنا السكرول كده بصوا الدوائر هتظهر ازاي؟ ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ بصوا الحركة ازاي؟ وممكن بقى اخلي بقى ايه؟ اخلي ده يبدأ من اول النقطة بتاعته برحل بقى اللير بتاعي وده يبدأ من النقطة دي وده يبدأ من النقطة دي ايه رأيكم كده؟ انا كده عملت الحركة كلها مرة واحدة وبعدين حركت على الطايم لاين بتاعي الحركة زي ما انتو شايفين انا عملت كده هو تمام؟ وروحت اعامل كده هاجي عند دول برضو نفس الكلام ازليلهم شفت اللي هم الايكون اللي موجودة اجي شفت وزليلت التلاتة كده الاربعة سوري وروحت اجيب الاربعة دولان عايزهم يظهروا ما بعد الدوائر كده بشوية هنا خلاص؟ وجيت قلت لهم دولان عايز اعمل فيهم وبس تي فهدوس تي فظهر لي الاوباستي وقلت له تعالى بالهنا شايفين حرقوا الحركة دي علشان تيجي توقف هنا وقلت له تعالى في الاوباستي ليهم كلهم اضغط لي هنا الاوباستي يبقى نزل كلهم كيفريم للاربعة خلي الاوباستي هنا سفر للاربعة ودوس انتر وبعدها بشوية كده خلاص خلي الاوباستي بتاعي 100 تمام؟ ودوس انتر فتأثر عليهم طبعا هزللهم كلهم كده وهما متزللين رايت كليك على دول كده كيفريم وعملها ايزي ايزي ودول برضو نفس الكلام هزللهم شفت 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 كده رايت كليك وعملهم كيفريم اسيستنت ايزي ايزي راجعوا على الحتة دي في المحاضرات السابقة نفس اللي عملته هنا هبدأ حرك طول معي layer layer بقى او حركة حركة عشان يظهروا بعيدا سيظهروا ايقا سوف تظهر ايقا 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 سوف تظلل دي وده هتظهر الثمان ايقا سوف تظهر ايقا في ايقا المنزل لديا ايقا 30 وليس انتر فتأثر قليلا ايقا 30 سوف ترحل طول كده اذا اذا ارحلت الشغل اذا اردت درس فبدأ يظهر الحركة بالشكل اذا اردت بلاي بقى لي اذا اقبروا من الشاشة اذا اردت بلاي قدامكم انتظر حركة بطيئة فهو عشان يقرأ الحركة في التحميل في الجوة البرنامج يقرر حركة بطيئة شفتوا اما ازهر كانت هناك بعض رتوش فممكن تعطيكم خلونا اخذ حاجة مرة اخرى ان عدنا الثابة بحفظ الملف اوه انا حافظه قبل كده فأحفظ الملف المفتوح اللي هو Adobe After Effect Project انا عندي هنا To Composition Test والكومبوزيشن القديم اللي انا كنت مطبع عليه هقدر دلوقتي اعمل Render اعمل Render ازاي؟ وRender لي محاضرة كاملة معنا بس انا عشان اباين للناس اللي تقدروا تظهروا معايا Render بسيط عشان تشوفوا المنتج بتاعك من Composition هتلاقي حاجة اسمها PreRender PreRender مش هشرح فيه كتير هو اول ما بدوس PreRender بيفتح لي هنا بيقول لي اول حاجة هنا لاختيار بتاعي انا ده اللي هشرحه ببساطة بيقول لك انت عايز تعمل Render لمين؟ عشان كده هيبقى حدث لك كل الكمبوزيشن هنا انت عايز تعمل Render للكمبوزيشن Test 1 تمام كده؟ الكمبوزيشن Test 1 بيسألك انت عايز تبقى ال Best Setting بتاعك شكله ازاي؟ لما تضغط كده عليه بيفتح لك هنا انت عايزه Best ولا Draft ولا ايه بالزبط عايز ال Size هيبقى ديه طبعا ال Size بتاعنا اللي مختارينه من الكمبوزيشن نفسه عشان غيرها انا مش هخش في التفاصيل دي دلوقتي محتاج بس اللي انتو تعمله رندر تعرفوا هتعمله فين؟ هنا Test Movie في الاوت هنا انت بتعمل في الاوت بتقول هتعمله فين؟ خليني انا هعمل الاوت بتاعي في المحاضرة التامنة وادوس Save بتاعي من هنا عشان يظهر لي الفيديو وهنا بتختار نوع الفيديو اللي انت عايزه هل Quick Time ولا غيره ولا غيره دي لينا شرح ليها في تفاصيلها خليها زي ما هي Quick Time بعد كده هشرح لكو ال Pre Render دي بتفاصيلها ان شاء الله في محاضرة مستقلة عشان شفوه هو كده بيبدأ يعمل رندر مع حضراتكو كده اش داي ما انتو شايفين عشان يطلع لك المنتج النهائي بالشكل اللي انتو شايفينه بالشكل اللي انتو شايفينه بالشكل اللي انتو شايفينه طبعا لسه محطانش موسيقى محطانش حاجة كده داني الاوكي اللي هو عمل الرندر خلوني ارجع لليهاء اهو شايفين ادي الكويك تايم طبعا طلع بكوالتي كويس جدا عشان احنا عملنا فول اتش دي والايكون عالية كمان ان شاء الله بصوا اهو بليه اهو زي ما انتو شايفين طبعا انا ما حطتش خلفية فاعتمدت على اللي هي تبقى ألفا او ترانسوبرانت اهو ترانسوبرانت بالشكل مشاكل تمام احنا ما عملناش الايزي ايزي للدواير فعشان كده نازلة بطيقة شوية طبعا فيه ترتيبات بقى شوية هنا الترتيبة طبعا انا عشان الدرس بس انتو تقدروا تعملوها زي ما انتو شايفين اتمنى تكونوا محاضرة بسيطة ومفهومة ليكو اتمنى تكون تطبيقها الميزة اللي انا بطبقها على الحاجات بتاعتنا الترانسفورم الحاجات البسيطة اللي تطلع شغل اتمنى يكون المحاضرة كويسة انا بس عايز اورر الناس الامكانيات بسيطة هقدر اطلع شغل واتعلها تعمل كل محاضرة والمحاضرات الجاية هتلاقوني بزود امكانيات بتعامل مع الصور بتعامل مع التكستة فهتلاقوا معاكو ادوات كتيرة تقدروا تتعاملوا معاها اتمنى الناس تتواصل معايا في اي سوشيال ميديا باي شيء تحتاجوه واشوفكو على خير المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى وشيء جديد او ادى من الادوات الجديدة وبرضو هندجي الاداة ونطبق عليها قديم وجديد لحد ما يطلعون شغل لحد ما توصلوا للاحتراف بإذن الله كان معاكو اخوكو الدكتور محمد شلتود اتمنى تكونوا المحاضرة مفيدة واشوفكو على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته